السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وده شهد خطها من البي ام اي او بروجيكت منجم انستيوت في الجنراتف اي او فربيو فور بروجيكت منجرز وان شاء الله كورس ده كله هتشرح باكمله على القناة بتاعت بيم اربيا فاشتركه في القناة عشان هتشرح بشكل مفصل لان الكورس كان صغير طيب ده صفحة بتاعت الكورس كورس فري مجاني وحاول تلحق لان بعد فترة في كورسات كتيرة مجانية بتبقى بفلوس تمام فانها هتدخل على صفحة لان اسابها لك واساب لك برضو اللينك بتاع الايرنينج اللي عندهم هتقول له ادتو كارت فهيتضاف عندك بس هي مجاني يعني هيخد بس اسمك ومعلومات عنك ويبدأ ان هو يديك الكورس يبدأ ان تسمع الكورس وبالاخر يديك بعض الاسئلة تجاوب عليها هتاخد اشهادة هو الكورس بيشرح الاسئيات خالص يعني تمام فهتلاقي الموضوع بسهل جدا وبسيط مكوش اي مشاكل مجرد ان انت بس بتعرف ايه اهم الادوات واستخدامته ايه كمدير مشروع وهي كمعلومات عامة ممتاز جدا دي الشهادة مجرد ان انت هتعمل شك اويت طبعا زيرو دولار وبش يطلب منك تدخل بيانات تلبيزة مجرد تقول له شك اويت هيبدأ ينزل الكورسات دي عندك بحيس ان انت تحضر الكورس ويتجاوب على الاسئلة عشان تعدي الشهادة وتاخد الشهادات بعد ما تخلص الكورس هتدخل على صفحة الكورس ويتقول له حمل لي الشهادة فيبدأ ان هو يحمل لك الشهادة ويتدي 5BDU وان شاء الله يعني متساش تحوي تخلص الكورس غارب كورسة عشان ممكن بعد كبه فلوس وتاني حاجة متساش تشير في القناة اللي احنا هننزل شرح بالتفاصيل عن الكورسات ديت يعني هو مثلا بيقول شاس جيبتي بيسكوت لا احنا ان شاء الله نعمل فيها محاضرات تفسيرية في ازاي ان هنستخدمه كمدير للمشروع ستغطي من الذكاء الاصطناعي في نوع يسهي عليه بإدارة المشاريع بإذن الله ده شكل الكورس هتبدأ انت دكشرة طول جين اي اي وبعدكها سولفنج بي ام بروبلمس ويز جين اي اي وبعدكها بويس اوف زا بي ام تمشي بالترتيب لحد ما توصل ليه نورلج تشيك هتلاقي خمس شعر سؤال لما بتجاوبهم بتاخد الشهادة والفا مبروك مقدمة